اولى نشرتنا الاخبارية من القناة الوطنية الاولى ونستهلها بالعنوين رئيس الجمهورية يتحول الى ديوان التونسي للتجارة ويعاين اخلالات وسوء تصرف انجرت عنها صعوبات في التزويد بالمواد الاساسية ويؤكد ضرورة مسألة ومحاسبة كل من طورت في اهدار المال العام ارتفاع ضحايا حرب الابادة الجماعية للمحتل في قطاع غزة الى اكثر من 23600 شهيد والمئات يتظهرون امام محكمة العدل الدولية للمطالبة بمحاسبة العدو الصهيونية على جرائمه في القطع بداية من اليوم تمكين اصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة من الولوج الى المنصة الالكترونية الخاصة باجراءات الانتفاع بالتمويل من قبلها صندوق النموذجي للبحث والتطوير والتجديد بهدف تعزيز تنافسيتها في السوق العالمي اهلا بكم مشاهدين الكرام في نشرة الظهر خلال زيارته امس الى الديوان التونسي للتجارة بالعاصمة شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد على ضرورة مساءلة ومحاسبة كل من طورت في اهدار المال العام مستعرضا بالوثائق والادلة سوء تصرف وفساد بهذه المؤسسة كما كانت لرئيس الجمهورية جولة باحياء الانطلاق والتضامن ودوار هيشر حيث تفقد مدى توفر المواد الغذائية الاساسية تفاصيل اوفى عن الزيارتين في تقرير ليليا ذكارة لدى تحوله لمقر الديوان التونسي للتجارة بالعاصمة دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد الى فتح تحقيق في كل التجاوزات والاخلالات التي تم تسجيلها في علاقة بالمهام الموكولة للديوان كما شدد على ضرورة مساءلة ومحاسبة كل من طورت في اهدار المال العام الاخسارة الفلوس المجموعة الوطنية ثم توزيع المواد الاساسية التي في عديد المناطق اليوم توزيع فيه الكثير من عدم الشفافية وفيه ايضا محاولة التنكيل بالشعب التونسي في قوته ومعاشه هذا يرى بعض التحريات كبيرة وقال وقوم بالتحقيق في هذا الكل وعمني كل الوثائق والمؤيدات وكل واحد يتحمل المسؤولية بتاعه ومن بين هذه الوثائق والأدلة التي استعرضها رئيس الدولة في علاقة بتجاوزات وسوء تصرف تسبب في صعوبات وإشكاليات في التزويد بعديد المواد الاساسية على غير القهوة والسكر والأرز تعامد عدد من إطارات الديوان إخفاء صك بنكي لتعطيل صفقة لشراء مادة القهوة هذا بالتأكيد عندك فكرة عليها الشكل وهذا تم إخفاءه تم إخفاءه في وقت من الأوقات لعدم الإبرام الصفقة متاع القهوة في جواء الفين واثين وعشرين أو تتذكر تقريبا العملية هذا يرون مع الشيجي متواصل في أي إدارة من الإدارات وكل مسؤول داخل الإدارة يجب أن يخدم الشعب التونسي ليس يخدم جهة معينة وأشدد سعيد على أن يكون الديوان التونسي للتجارة لكل التونسيين وليس في خدمة اللوبيات والمحتكرين مجددا التأكيد على ضرورة تطهير الديوان ومسالك التوزيع وتخزين المواد الغذائية كما أثار رئيس الجمهورية ملف الانتدابات بشكل غير قانوني في هذه المؤسسة داعيا إلى تصحيح الوضع أنا لا يزي أهدار المال العام لا يزي الهدف هو أن السوق التونسي لتأجيج الأوضاع في تونس يتم التوزيع بشكل هذا وهذا موثق بكل المؤيدات هذا اللي يحصل في الديوان هذا جزء ولكن ليس يستعدين لنواصلوا مع أي مسؤول لا يتحمل مسؤوليته فضلا على الانتدابات التي وقت بدون الواجهة القانوني تخم بغير وجه حق يغادر وقد كانت لرئيس الجمهورية جولة بأحياء الانطلاق والتضامن ودوار هيشر لمعاينة مادة توفر المواد الغذائية الأساسية ليؤكد أن أزمة نقص مادة القهوة ستحل في القريب العاجل مجددا الدهوة إلى عدم التسامح البتا مع المهتكرين وتطبيق القانون بصرامة ينزل مع عمل المتواصل ما شخص؟ عمل يوم عمل يوم عمل يوم ومع فماش تسامح مع الناس اللي تحب تلعب قوة المواقين والتوزيع مره لابد من ضرب مسالك التوزيع لقاعدة هوندا تحتكر وتاج الأوضاع كما استمع رئيس الجمهورية إلى مشاغل عدد من المواطنين وضمن إطار هذه الزيارة تفقد الرئيس قيس سعيد مشروع تطهير أحد الأحياء الشعبية وربطه بشبكات الصرف الصحي استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج رئيس منظمة الهلال الأحمر التونسي عبد لطيف شابو وأثنى رئيس الجمهورية على الدور التاريخي الذي يقوم به الهلال الأحمر التونسي خاصة في الإحاطة بالجرح الفلسطينيين ضحايا العدوان الهمجي الصهيونية مكبرا في الآن ذاته هبت الشعب التونسي لتقديم المساعدات لأشقائهم في فلسطين وأذن رئيس الجمهورية بتوجيه باخرة محملة بالمساعدات الغذائية والمستلزمات الطبية وذلك بعد التنسيق مع السلطات المصرية كما استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج السيد هيكل محفوظ لتهنئته بمناسبة انتخابه مؤخرا عضوا بالمحكمة الجنائية الدولية واعتبر رئيس الجمهورية أن هذا الانتخاب ليس من قبيل الصدفة بل هو اعتراف دولي بالكفاءات التونسية كما تطرق خلال هذا اللقاء إلى الدور الموكل إلى المحكمة الجنائية الدولية في الملاحقة الجزائية لكل من ارتكب جرائم تدخل تحت ولايتها وشدد رئيس الجمهورية على أن الأوضاع في العالم اليوم مستجدة وأن المجتمع الإنساني يتطلع إلى نظام دولي أكثر عدلا في كافة الميدين وتطرق رئيس الجمهورية مطولا إلى الجرائم التي ترتكب اليوم تحت أنظار العالم كله في حق الشعب الفلسطيني وهذه الجرائم ضد الإنسانية لا يمكن أن تتواصل إلى ما لا نهاية له ولا يمكن أن تبقى دون عقاب دخل عدوان الكيين الصهيوني على غزة يومه الثامن والتسعين وتزامن ذلك مع استمرار استهداف قوات الاحتلال مناطق متفرقة في القطاع مخلفة المزيد من الشهدائي والجرحى عدوان طال كذلك الظفة الغربية المحتلة حيث انسحبت قوات الاحتلال صباح اليوم من مخيم نور شمس في طول كرم بعد اقتحام دام سبع ساعات مخلفة دمارا واسعا في البنية التحتية وممتلكات المواطنين مزيد من التفاصيل في التقرير التالي لجميلة سوالح محمد مع تواصل حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الكيين المحتل على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون فجر اليوم في قصف طيران الاحتلال أحياء وبلدات وسط القطاع وقد وصل مستشفيات خان يونس خلال الساعات الأربعة والعشرين الأخيرة جثامين وثلاثين شهيدا جراء القصف المتواصل على أنحاء متفرقة في المحافظة كما شن طيران الاحتلال غارات عنفة وسط خان يونس واستهدف تواقم الإسعاف والإنقاذ خلال عملهم على نقل الجرحة وانتشال الشهداء وليلة أمس استشهد تسعة فلسطينيين وجرح أخرون في قصف للمحتل استهدف منزلا في شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة وفيما حذر الأردن من أن عجز المجتمع الدولي عن لجم تطرف الكيان المحتل ووقف جرائم حربه البشعة ضد الشعب الفلسطيني يدفع المنطقة برمتها نحو المزيد من الصراع والتوتر والحروب ينتظر أن يعقد مجلس الأمن الدولي مساء اليوم جلسة إحاطة مفتوحة بشأن الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك قضية فلسطين وقد طلبت الجزائر العضو العربي الوحيد في المجلس أن يناقش الاجتماع خطر التهجير القصري لأبناء الشعب الفلسطيني في غزة طلب علق عليه وزير الخارجي الأمريكي عقب لقائه الرئيس المصري بأن واشنطن ملتزم بضمان عدم تهجير سكان غزة وأكد في ختم جولته الإقليمية رفضه ما يثار من مخططات ومحاولات للكيان الصهيوني لتهجير الفلسطينيين من غزة أكد الفريق القانوني لجنوب إفريقيا عقب تقديم مرفعته أمام محكمة العدل الدولية بشأن اتهامه للكيان الصهيوني بارتكاب إبادة جماعية في غزة توقعه بصدور قرار من المحكمة بوقف العمليات العسكرية في القطاع مؤكدا أنه من الصعب تجاوز الحقائق القانونية التي تم تقديمها إلى محكمة العدل الدولية والتي تثبت وجود نية مسبقة للإبادة الجماعية بدءا من رئيس وزراء العدو الصهيوني مرورا بقادة جيش الاحتلال ووصولا إلى الجنود كما بيّن الفريق القانوني لجنوب إفريقيا ضرورة صدور قرار بإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى غزة مشيرا بأن هذه الخطوة مهمة لاستعادة السلام لسكان القطاع والحصول على بعض العدالة للشعب الفلسطيني هذا واحتشد المئات من المتظاهرين الداعمين للقضية الفلسطينية أمام محكمة العدل الدولية مطالبين بمحاكمة العدو الصهيوني على جرائمه في غزة والانسحاب الكامل من القطاع ورفع المتظاهرون لفتات مؤيدة لحق الفلسطينيين في أراضيهم وحقهم في الحياة ومن خلال رفعها دعوة ضده بتهمة الإبادة الجماعية تطالب جنوب إفريقيا الكيان المحتل بوقف عملياته العسكرية في قطاع غزة فوراً مقدمة مجموعة من المؤشرات تؤكد أن هذه الحرب ترتقي إلى إبادة جماعية وهذه هي المرة الأولى التي يمثل فيها الكيان المحتل أمام محكمة العدل الدولية حيث يتوقع القضية من جوانبها القانونية والسياسية في التقرير التالي لزنى لملكيه هي دعوة قضائية مكونة من 84 صفحة قدمتها جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية بلاهاي ذد الكيان الصهيوني المحتل تشرح فيها الأدلة الوحشية التي ترتكب في غزة في خرق واضح للقانون الدولي منذ 7 أكتوبر الماضي حيث استشهد إلى حد الساعة أكثر من 23 ألف فلسطيني من بينهم آلاف الأطفال وهذه هي المرة الأولى التي تتم فيها مقاضة المحتل أمام محكمة العدل الدولية رغم أن هذه المحكمة أصدرت أحكاما سابقة ضده غير أن ذلك كان في إطار آراء استشارية غير ملزمة تطلبها هيئة الأمم المتحدة كالجمعية العامة لذلك ففي حال حكمت المحكمة بأن المتهم مسؤول بشكل مباشر عن الإبادة الجمعية فستكون هذه هي المرة الأولى التي تثبت فيها جريمة الإبادة الجماعية ضد المحتل جريمة توجه لكيانا استباحة لنفسه كل أشكال التنكيل بالفلسطينيين بهدف تصفيتهم وتسعى بريتوريا من خلال هذه المحاكمة التي تشد إليها أنظار العالم علها تحرج الكيان الغاصب وتثنيه عن مواصلة صلفه وبهتانه إلى اتخاذ تدابير مؤقتة لحماية الفلسطينيين من المزيد من الضرر في انتظار صدور حكم نهائي من ناحية وضمان امتثال المعتدين لالتزاماتهم بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية من جهة أخرى ورغم الأدلة الدامغة التي تتناقلها شاشات العالم على الحرب الوحشية ضد أصحاب الأرض والحق فإن الكيان المحتل يقول إنه سيستخدم حق الدفاع عن النفس أمام المحكمة لإظهار أنه يبذل أقصى ما في وسعه في ظل ظروف معقدة للغاية لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين في غزة معتبرا أن القضية السياسية وهي أخطر الدعاء قانوني دولي يمكن توجيه ضد أي إن كان كما حشد المحتل دبلوماسيه عبر العالم للضغط الدولي لدعم موقفه بهدف أن ترفض محكمة العدل الدولية طلب استصدار أمر قضائي سيكون ملزما وغير قابل للاستئناف باعتبار أن جميع أحكام محكمة العدل الدولية نهائية وتخضع لتلك الشروط وعن حظوظ بليتوريا في استصدار قرار يقضي بالكف عن ارتكاب كافة أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين يقول فرانسيس بوال الذي ناب البوسن والهرسك في قضية الإبادة الجماعية ضد يغوزلافيا إن بفعل خبرته قد يصدر قرارا في قضون أسبوع من جلسات الاستماع سيكون من المهم إذا ما صدر بالإجماع يوقف القتال وقتيا غير أن الكيان المحتل سيفعل ما بوسعه لتشتيت انتباه العالم بمهاجمة شرعية المحكمة وقضاتها ويرى آخرون أن القضية مهما كانت مآلتها ستكون قضية صمعة لن تحرج الكيان المحتل فحسب بل أقرب حلفائه أيضا المتواطئين الذين يصعب مع الزمن فصل أسمائهم عن حرب الإبادة المستمرة مقابل إرث علاقة نيلسون مانديلا بفلسطين تتوارثه الأجيال في ظل تنامي القلق الدولي من تطورات في منطقة البحر الأحمر شنت القوات الأمريكية والبريطانية في ساعات الفجر الأولى غارتنا مكثفة على مواقع تابعة للحثيين في اليمن ما قد يشكل خطرا على حركة الملاحة الدولية ويوسع من دائرة التوترات في المنطقة وبين لغة التصعيد والوعيد تتالت ردود الأفعال العربية والدولية على خلفية هذه التطورات وتداعيتها هاجر جعلول والتقرير التالي في تطور قد يقلب ما يوزين القوى في منطقة الشرق الأوسط ويحمل في طياته تداعيات خطيرة حسب المحللين شنت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا فجر اليوم ضربات جوا وبحرا في مناطق خاضعة لسيطرة الحثيين في اليمن ردا على هجماتهم على سفن تجارية في البحر الأحمر على مدار أسابيع تضامنا مع قطع غزة وهو ما يمثل اتساعا إقليميا للحرب المستعرة في غزة الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد في بيان أصدره البيت الأبيض أن القوات العسكرية الأمريكية والبريطانية بدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا نفذت بنجاح ضربات ضد عدد من الأهداف التابعة لجماعة الحوثي هي رد مباشر على هجمات الحوثيين غير المسبوقة ضد السفن الدولية في البحر الأحمر بما في ذلك استخدام الصواريخ الباليستية المضادة للسفن لأول مرة في تاريخ وتابع بايدن أن هذه الهجمات عرضت الأمريكيين والبحارة المدنيين والشركاء الخطر كما قوضت التجارة وهددت حرية الملاحة حسب نص البيان مشيرا إلى أنه لن يتردد في إعطاء توجهات لاتخاذ المزيد من الإجراءات لحماية الأفراد والتدفق الحرر للتجارة من جانبه أكد رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك أن هذه الضربات كانت ضرورية ومتناسبة دفاعا عن النفس في المقابل أكد الحوثيون أنه لا مبرر لهذه الضربات مهددين بمواصلة الهجمات على السفن المرتبطة بالكيان الصهيوني وبمواصلة منع مرور السفن في البحر الأحمر وبحر العرب فقد أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي في منشور له أن القوات الأمريكية والبريطانية شنت 73 غارة على اليمن وأسفرت عن مقتل خمسة وإصابة ستة آخرين من الحوثيين محملا للجانبين المسؤولية كاملة على هذا العدوان بحق الشعب اليمني وهدد بالرد القاسي للدفاع عن اليمن وسيادته واستقلاله حسب مجاء في المنشور تطورات زادت من القلق العربي والدولي من تداعياتها على المنطقة والعالم بأكمله إذ يرى المحللون أنها لن تبقى ضمن أسوار جغرافية محددة بل ستؤدي لاتساع دائرة الصراع والتوترات في المنطقة ففي أول رد فعلا عربي أعربت المملكة العربية السعودية عن قلقها البالغ ودعت كل الأطراف إلى ضبط النفس مشددة في الوقت نفسه على أهمية الاستقرار في منطقة البحر الأحمر أما إيران فقد نددت بالهجوم الأمريكي البريطاني على الحوثيين في اليمن وحذرت من أنه سيفاقم عدام الأمن والاستقرار في المنطقة ونقلت وسائل إعلامية رسمية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية القول في بيان إن هذه الهجمات تعتبر انتهاكا صارخا لسيادة اليمن ووحدة أراضيه وخرقا للقوانين الدولية ألمانيا من جانبها شددت على ضرورة تهدئة التوترات واستعادة الاستقرار في البحر الأحمر في وقد أكد فيه مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل ضرورة الحفاظ على حرية الملاحة فيما أكد مسؤول أوروبي رفيع المستوى في بروكسل أن الاتحاد الأوروبي شرع رسميا في بحث مهمة إرسال أسطور البحريين إلى البحر الأحمر من خلال إرسال قوة عسكرية لحماية السفن التجارية من هجمات الحوثيين ودأمين حرية الملاحة في البحر الأحمر أما روسيا فقد طالبت بعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدودي لبحث الضربات العسكرية الأمريكية البريطانية على اليمن إثرى وصوله إلى بيروت بحث المبعوث الأمريكي مع رئيس حكومة تصريف أعمال اللبناني نجيب ميقاتي ووفد مرافق له بحث جهود وقف تصعيد على الحدود بين لبنان والكيان المحتلة ومنع توسع رقع الاشتباكات ومن جانبه قال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن بلاده مستعدة لإجراء محادثات بشأن الاستقرار طويل المدى على حدودها الجنوبية مع الكيان المحتلة يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه حزب الله استهداف مستوطنة للمحتل بعشرات الصواريخ مؤكدا أن العملية جاءت ردا على اعتداءات قوات الاحتلال المستمرة بحق المدنيين في أخبار الرياضة انطلقت منذ قليل رحلة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم باتجاه الكوديفور استعدادا للمشاركة في النسخة الرابعة والثلاثين من نهائيات كأس أمم إفريقيا التي تنطلق غدا المنتخب الوطني كان قد أنهى أمس تحذيرته من خلال حسة تدريبية أخيرة حيث يرن المنتخب لتحقيق نتيجة إيجابية في مشاركته القارية الحادية والعشرين عندما يتنافسوا ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات كل من ناميبيا ومالي وجنوب إفريقيا تم اليوم الأعلان عن انطلاق عمل المنصة الإلكترونية في إطار صندوق البحث والتطوير والتجديد منصة تخول لأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة التسجيل فيها على أن يتم اختيار أربعين مؤسسة من بينها وفق شروط مضبوطة حتى تنتفع بالتمويل والمرافقة عفيف بو بكر والربرتاج التالي ابتداء من اليوم يمكن لكل أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة الولوش إلى هذه المنصة الإلكترونية للإطلاع على كل الوثائق المطلوبة وشروط المشاركة وكيفية الانتفاع بالتمويل من قبل الصندوق النموذجي المحدث والمخصص للبحث والتطوير والتجديد كوئيناف والممولي من قبل الاتحاد الأوروبي والتعاون الألماني والوكالة الألمانية جيزاد بشاركة مع وزارة الصناعة والمناجمي والطاقة يهدف مش مول على أقل أربعين شركة وأربعين مشروع منهم أموان عشرين مشروع عندو سبغة بيئة معنتها يشجع على الدورابلتة انفيرونمونتال للشركات الصناعية الفان هذا يقيم حاليا 1.5 مليون دينار تونسي ويقوم توزيعه معناه للكارانة شركات اللي إن شاء الله ما انتا انواع اللي سيلكسيوني تقريبا 100 مليون بكل مشروع نجمي يكون أقل نجمي يكون أكثر أمام موين 100 مليون بكل بروجي طبعا المؤسسة الصغرى المتصلة التي هي مهتمة بالتجديد وبالتعامل مع مؤسسة التجديد والباحثين المبادرة هذه هي هامة جدا 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 لأنه مش يعطي الفرصة كبيرة كبيرة لصناديق المؤسسة الصغرى المتصلة لتثمين ولتعزيز تنافسيتها في وقت أنه اليوم صراحة التنافسية في العالم أصبحت كبيرة جدا ومن المنتظر أن ينطلق رسميا التسجيل في هذه المنصة المخصصة لهذا المشروع الذي يهدف إلى تحديث الصناعة التونسية في مجالات الاستدامة الاقتصادية والبيئية في القطاعات ذات الأولوية أن ينطلق التسجيل فيها بداية من 19 من جنفي الجاري وقتين نقبلوا هذه الترشحات وقتين نصلوا إلى 40 مشروع نقفوا لكن 40 مشروع هذوك ونحلوا السيسيون تتحل على ثلاثة جماعات معناها من 19 جنفي توقف نهار 9 أفريل فكثلاثة جماعات هذوما بحنا بشلموا 40 مشروع من هذوما بش ناخدوا 15 ونحلوا ترواها سيسيون أخرين دو سيسيون أخرين معناها 15 و15 و10 ولا فمتة معناها كل في كل زماء 40 الحاجة الجديدة اللي معناها مش نعطيه فلوس بركة ولكن مش نعملوا معناها إحاطة ومساندة كاملة في معناها في كل مراحل المشروع ويمثل بعض هذا الصندوق جزءا من برنامج دعم الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد التي ترنوا إلى إيجاد حل لإشكاليات التمويل التي تعترض أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة خاصة على مستوى التسويق والترويج في لقاءنا أعلاميا نظمته اليوم قدمت جمعية إبصار نتائج الاستبيان حول مدى تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالخدمات البلدية باعتباد مقاربة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لبنى العبيدي بوكادي والربرتاج التالي باعتماد مقاربة حقوقية للأشخاص ذوي الإعاقة وبهدف تمكين هذه الفئة من حقها في النفاذ إلى جل الخدمات أعدت جمعية إبصار استبيانا حول مدى تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالخدمات البلدية استبيان شمل 166 بلدية وخلص الاستبيان إلى جملة من النتائج من أبرزها عدم ملاءمة البنية التحتية للبلديات لخصوصيات ذوي الإعاقة خاصة فيما يتعلق بشمبيك إزائي الخدمات من أهم الأرقام في مجمليها تقريبا 100% من البلدية لا يوجد مسلك خاص بالأشخاص بالإعاقة البصرية ثم 85% من مسلك غير متابقة للمواصفات النفاذ أكثر من ذلك أن المهندسين والمهندسات والمشرفين على أعطاء تعشيرة البناءات وصراحية المحل لا تدرج فيها في الشروط هذه كما تدرجوش شروط النفاذ للأشخاص والعاقية المواصفات غير مدرجة في كرة الشروط التي نصند من خلالها على الأقل فلنتحدث على المنشآت العمومية الآن كيف كيف لاحظنا المواقع على الواب متاحها كانت بنسبة 90% غير نافذة وغير مطابقة أيضا المواصفات النفاذة الرقمي أيضا لاحظنا أن تشغيل أشخاص ذوي إعاقة في البلديات هذية كان ضعيف جدا وتوصي جمعية إبصار بضرورة استجابة مواقع واب البلديات على مواقع التواصل الاجتماعي للمعايير الدولية لنفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة مع ضرورة العمل على تكوين الموارد البشرية للبلديات لتحصين تعامل مع هذه الفئة وفهم طلباتها بالتالي مقترحاتنا للدولة والقائمة بالواجب في الحالة هذه أنه أولا يقع تطبيق مواصفة النفاذة التي هي موجودة عالمية أثنين أن هذه المواصفات يقع تطبيقها ليس فقط في مقرات البلدية بل في كل مؤسسات التي عندها سبغة عمية في الأسواق البلدية في مسارك الرياضية في الحديق وأكد المشاركون في إعداد هذا الاستبيان أهمية العمل أكثر على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة المهنية وتيسير ولوجهم في كل الفضاءات ودعم حقهم في المشاركة الفاعلة في كل المجالات جاء في بلاغ صادر عن مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود مساء أمس أن مفتتح شهر أراجب ألف واربعمائة وخمسة واربعين هجريا هو يوم السبت الثالث عشر من جنفية الجارية وأوضح البلاغ أنه بعد غروب شمس يوم أمس الخميس التاسع والعشرين من جماد الثاني ألف واربعمائة وخمسة واربعين هجريا الموافق للحادي عشر من جنفية الفين واربع وعشرين تعذرت رؤية هلالي رجب ألف واربعمائة وخمسة واربعين هجريا لاستحالته فلكيا وعدم رؤيته بصريا ليكون اليوم هو تمام الثلاثين من شهر جماد الثاني ألف واربعمائة وخمسة واربعين ويوم السبت الثالث عشر من جنفية الجاري هو مفتتح شهر رجب ألف واربعمائة وخمسة واربعين هجريا خلال جلسة عملنا تم تنظيمها في تونس مع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عبد المنعم بالعاتي أكد وفد عن مفاوضية الاتحاد الأوروبي استعداد الاتحاد لمواصلة دعم التعاون المشترك مع تونس من خلال توفير المساندة الفنية الضرورية لتحقيق الأهداف المرسومة في قطاع المياه مشيدا بالتجربة البحثية في مجال معالجة المياه بالمعهد العالي للعلوم الفلاحية بشط مريم وخلال هذه الجلسة المخصصة لتدارس التحديات الإقليمية المشتركة المتعلقة بالتغيرات المناخية وتداعياتها على الأمن الغذائي دعا وزير الفلاحة مفاوضية الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز الشراكة القائمة بين الجانبين سعيا إلى تعصير المدارس وجعلها مواكبة لتطورات العصر من حيث التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعية وفي تجربة نموذجية دعمتها عديد الأطراف المتداخلة شهدت عدة مؤسسات تربوية بولاية تطوين تركيز نواد للروبوتيك مجهزة بأحدث التقنيات سابقها تكوين مكثف للإطار التربوية في هذا المجال المتابعة مع خميس بوبطان في بادرة هي الأولى بولاية تطوين وعلى المستوى الوطني أكثر من خمسين ناد للروبوتيك المتطورة يتم اعتمادها في مختلف المؤسسات التربوية في ولاية تطوين من أجل إرساء ثقافة تكنولوجية رقمية لدى التلاميذ في مختلف مستوياتهما مبادرة حملت على إنجاحها المندوبية الجهوية للتربية بولاية تطوين هو مشروع نموذجي في طور التجربة انطلقنا من إلا واحد نطمح أن نوصل إلى عشرة كدرجات هي تجربة انطلقت من حلمات زملاء في تطوين البروجيز هذه تمثل في بعض 40 ربوتيك تركيز تام بالماتريال المتاحهم الكل بكل المتطالبات اللي يستحقهم الأستاذ المكون ومشكورة وزارة التربية بوفرة جوز أستاذة مكونين اخترنا بشكون ثم إنكمبينيزون بين أستاذ تربية تقنية وأستاذ آلامية أستاذة ومربون من مختلف المستويات التعليمية استفادوا من دورات تدريبية لتركيز هذه النوادي بمختلف المؤسسات من أجل إنجاحها وتعميمها على باقية المؤسسات في مختلف مناطق ولاية تطوين قمنا بالتكوين هذية اللي هو يشمل أربع مجموعات كل مجموعة ثلاثة أيام ويشمل برنامج مانت دسم يمكن بالتكوين في تقنية الأردوينو أبار الدراسة متاحهم تلاهم ذا يجموا يحضروا في النوادي ويتعلموا تقنية البرمجة والروبوتيك وإن شاء الله يعطيهم مجال آخر بشيحللهم الآفاق في التكنولوجيا الجديدة مندوبية التربية بالشراكة مع المؤسسات البترولية أسعدت أنها تعمل نشاط في الجهة والنشاط هذية كان في مجال الروبوتيك والروبوتيك هذية تشوفه في الذكاء الاصطناعي ما هو معناها البرسبكتيف في العالم نحب معناها أولاد الجهة ينستوا في المجال هذية هي تجربة نموذجية جديدة تشرع فيها الإدارة الجهوية للتربية بولاية تطوينة من أجل تحسين النتائج وتجويدها حتى تتحصل الجهة على مراتب متقدمة على المستوى الوطنية نهاية النشر مشاهدين الكرام ونذكركم بعنوينها رئيس الجمهورية يتحول إلى الديوان التونسي للتجارة ويعاين إخلالات وسوء تصرف إن جرت عنه صعوبات في التزويد بالمواد الأساسية ويؤكد ضرورة مساءلة ومحاسبة كل من طورت في إهدار المال العام ارتفاع ضحايا حرب الإبادة الجماعية للمحتل في قطاع غزة إلى أكثر من 23 ألف وستمائة شهيد والمئات يتظاهرون أمام محكمة العدل الدولية للمطالبة بمحاسبة العدو الصهيوني على جرائمه في القطع بداية من اليوم تمكين أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة من الولوج إلى المنصة الإلكترونية الخاصة بإجراءات الانتفاع بالتمويل من قبل الصندوق النموذجي للبحث والتطوير والتجديد بهدف تعزيز تنافسيتها في السوق العالمي ويمكنكم مشاهدين متابعة نشرتنا الإخبارية على مواقع التواصل الإجرماعية عبر نسخ الرمز الموجود على الشاشة شكرا على المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة